ختم يجمل لك 12 بند من البيان الختامي الالتزام الكامل بسيادة الاستقلال وسلامة أراضي وحدة جمهورية العربية السورية الاحترام والالتزام الكامل بسيادة الوطنية السورية على قدم المساواة مع الدول الأخرى يحدد الشعب السوري مستقبل بلاده بشكل مستقل وبضيقة ديمقراطية عبر الانتخابات سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على مبادئ التعددية السياسية والمساواة بين المواطنين تلتزم الحكومة بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية الشاملة استمرارية وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية والعامة بما في ذلك حماية البناء التحتية للمجتمع المحافظة على الجيش والقوات المسلحة وأن تقوم بواجباتها وفقا للدستور ثماني رفض الكامل لمختلف أشكال الإرهاب تاسعان حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات العاشر كل الاحترام للمجتمع السوري وهوياته الوطنية والتاريخي وقيمه الغنية محاربة الفقر والقضاء عليه والأخير حماية الإرث الوطني والبنية ما تفهم من هذا؟ ربما ما قيله في جينيف يقال اليوم في سوتي ما هي نفس السيرورة حسب شوني بقوله وحتى آخر بند آخر فقرة من هذا لماذا لفت انتباهك قضية الجيش والمؤسسات الأمان؟ لأن الأشياء العملية هي المهمة كل كلام الشعري هذا حلو مش عاطل لازم يكون موجود طبعا لنبعض الجو معيان ولكن المهم هو أشياء في الموضوع العسكري هو عمليا هو شيء ملموس على الأرض عندما نقول فهنا هذه تتضرب مع فكرة أنه يكون في يمكن قوات محلية إذا تحولت سوريا إلى فدرالية فماذا يكون موقف القوات الموجودة في المناطق المختلفة مثل القوات الكردية وغيرها؟ لذلك قيلة ربما يجي من حفاظ الحفاظ على وحدة الأراضي السورية أيضا في هذا البيان ووحدة الأراضي يعني مش عكس وجود فدرالية أو حكوم ذاتي أكراد حكوم ذاتي للدروس وحتى من ناحية القوات المسلحة وهذه الفكرة الكردية كمان أن يكون هناك قوة زي على غرار الناشنال القاعد في أمريكا تكون متواجدة في الشمالي سوريا ولكن تكون جزء من القوات السورية وهل واشنطن حاولت إفشال هذا المؤتمر؟ لا ليه لماذا؟ لا ليه